السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم سوفتوير بالعربي بعد هذا الفيديو إن شاء الله سنقول وداعا لتلك المشاكل ورسائل الخطأ المحبطة والتي تكاد أن تكون عائقا لجميع مستخدمي الكمبيوتر وبالأخص فئة الجيميرز فهم الذين يهتمون بتحديث الكرت من فترة لأخرى وهنا أنا أتكلم عن هذه الرسالة صراحة أن أعرف شعوركم تجاه هذه الرسالة شخصيا وقعت معي أكثر من مرة ولكن لحسن الحظ سرعان ما وجدت الحل وقد قمت بعمل فيديو سابقا بخصوص هذا الموضوع وقد تلقى تفاعل كبير وهو الأعلى مشاهدة في القناة كما أن أغلبية التعليقات كانت إيجابية واستفد أغلب الناس لكن هناك فئة ولو قليلة جدا لم ينجح معهم الأمر فقررت البحث أكثر وأكثر وتوصلت إلى حل سيكون بإذن الله الحل الشامل لهذه المشكلة مشكلة تثبيت تعريف كرت الشاشة وبطريقة سهلة كذلك لجميع الناس فقط أطلب منكم قبل أن أبدأ في الشرح يدعموا هذا الفيديو بأكثر عدد ممكن من اللايكات والتعليقات حتى وإن كان التعليق عبارة عن إيموجي أو نقاط لكي ينتشر الفيديو واستفيد الآخرين وننطلق في الشرح الشرح يقتصر على خطوتين الخطوة الأولى وهي حذف التعريفات المتراكمة في كرت الشاشة من الجذور وهذه تعتبر أهم خطوة لأن بدونها جميع الطرق التالية لا يكون نجاحها مضمونا فأولا حذف تعريف كرت الشاشة من الجذور يعتبر من الأولويات وسيكون ذلك عبر هذا البرنامج المختص تركت لكم رابط تحميله في صندوق الوصف فكما ذكرت أولا سنقوم بحذف تعريفات الكرت من الجذور ثم تحميل تعريف كرت الشاشة من الموقع وتثبيته بطريقة عادية هنا الأغلبية سننجح معهم الأمر دون الانتقال إلى الخطوة الثانية لكن فلنفترض هناك نسبة لم ننجح معهم الأمر فهنا سننتقل إلى الخطوة الثانية وهي إدراج الـ ID الخاص بكرت الشاشة في ملف التعريف المحمل من الموقع ففي بعض الأحيان لا يكون الـ ID الخاص بكرت الشاشة مدمج في ملف التعريف وهذا ما يسبب ظهور تلك الرسالة باختصار فلنبدأ مع الخطوة الأولى وهي تثبيت البرنامج بهذا الشكل حجمه فقط 2 ميجا سنقوم بتثبيته Extract سيعطينا هذا الملف الجديد سنقوم بالدخول إليه وهنا لدينا البرنامج وهو Display Driver Uninstaller كما ترون هو فتح معنا البرنامج سنقوم بغلق هذه النافذة الأولى وهنا يطلب مننا من الأفضل أن نكون في وضع الـ Safe Mode لكن أنا لا أستطيع أن نكون في الـ Safe Mode بما أنني أسجل لذا سأقوم بغلق هذه النافذة الآن سنقوم بالضغط هنا على Select Device سنقوم بعمل GPU بهذا الشكل وهنا سيتعرفوا مباشرة على نوع الـ GPU الخاص بكم يعني GPU من NVIDIA التطبيق صالح لجميع أنواع الكروت كروت Intel و NVIDIA و AMD هنا لدينا خيار Clean & Restart هنا لدينا خيار Clean & Not Restart هنا Clean & Shutdown ومن الأفضل أن تقوموا بعمل Clean & Restart لكن أنا سأقوم باختيار الخيار الثاني Not Restart لأنني طبعا أسجل سنقوم بالضغط هنا بهذا الشكل سأقوم بإنشاء نقطة حفظ كما ترون في حال وقوع أي مشكل قد يأخذوا معكم بعض الوقت لكن لا داعي لي القلق وهنا رجاء رجاء انتظروا حتى ظهور هذه النافذة لأنه قد يدرن بعضكم أن العملية انتهت لكن هذا غير صحيح حتى تظهر لكم هذه الرسالة هنا نتأكد من أن العملية انتهت أنا أخذت معي العملية حوالي 10 دقائق لذا فانتظروا حتى تظهر لكم هذه الرسالة قموا بعمل Yes بهذا الشكل وسيغلق التطبيق بعدها سنذهب إلى Device Manager سنقوم بكتابة Device Manager بهذا الشكل سندخل إليه سندخل إلى Display Adopters بهذا الشكل وهنا سنلاحظ غياب كرت الشاشة يعني كرت الشاشة أصبح غير معرف تماما على الجهاز وهنا ستجدون فقط الكرت المدمج في المعالج أما كرت الشاشة الخارجي فلن تجدونه لأنه أصبح غير معرف في الجهاز أنا عندي كرت Nvidia GT 1030 كما ترون لنرى اسمه هنا بهذا نتأكد من أن التعريفات قد حذفت بشكل تام والآن لنتوجه إلى الموقع لتحميل تعريف كرت الشاشة سنقوم بكتابة Nvidia Drivers بهذا الشكل سندخل على الموقع الرسمي لـ Nvidia هنا بالنسبة لطريقة العثور على التحديث الخاص بالكرت الطريقة سهلة جدا هنا في الـ Product Type يعني أغلبكم يتوفر على كرت من جي فورس فكل الكروت المعروفة أو المتدولة في السوق هي من نوع جي فورس فسأذهب إلى سلسلة العشرة أو التين سيريز هنا لدينا التين سيريز نوتبوكس وهنا لدينا التين سيريز هذه خاصة باللابتوب وهذه خاصة بالحاسب المكتبي سنقوم بالدخول هنا بعد ذلك سأبحث عن الـ 1030 ها هي كما ترون مثلا لنفترض أن أحدكم لديه كرت GT 610 وسيذهب إلى سلسلة مثلا سلسلة الـ 600 بهذا الشكل وهنا سيبحث عن الـ GT 610 ها هي كما ترون إذا سعوب عليكم الأمر بالنسبة للفئات لا مشكل جرب كل الفئات حتى تجد اسم الكرت الخاص بك بعدها سنقوم باختيار هنا نظام التشغيل مثلا Windows 64 Bit هنا سنتركها كما هي Game Ready Driver وهنا سنختار اللغة ونقوم بعمل Search هنا سنقوم بعمل Download وهو حجم التحديث 445 سنقوم بعمل Download بعد انتهاء تحميل التحديث سيظهر لكم بهذا الشكل سنقوم بالضغط عليه مرتين وتثبيته بالطريقة العادية سنقوم بعمل OK وننتظر عملية الاستخراج هنا سيبدأ معنا تثبيت التعريف سنقوم باختيار الخيار الأول بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط على Agree and Continue بهذا الشكل هنا سنقوم بتركها كما هي ثم نقوم بعمل Next وسنتظر تثبيت التعريف هذا فيما يخص التثبيت العادي أو الناس الذين لم يواجهوا مشاكل الآن أثناء التثبيت بالنسبة للناس الذين هنا واجهوا رسالة الخطأ التي تكلمنا عنها فسننتقل إلى الخطوة الثانية بالنسبة للأشخاص الذين ظهرت لهم رسالة الخطأ أثناء التثبيت ولو أن نسبة ظهور رسالة الخطأ هي ضئيلة جدا 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 فهنا سننتقل إلى الخطوة الثانية وهي إدراج الـ ID الخاص بكرت الشاشة في ملف التعريف الذي حملناها هذا الملف الطريقة شرحتها في الفيديو السابق ولا دعية لكي أعيدها حتى لا يكون الفيديو طويل سيظهر لكم الآن الفيديو في الأعلى كما أنني تركته لكم في صندوق الوصف يعني بالنسبة للأشخاص الذين لم ينجح معهم الأمر بعد تطبيق هذه الطريقة التي شرحناها في هذا الفيديو يرجى الانتقال إلى الطريقة الثانية والتي شرحتها في الفيديو السابق في الفيديو السابق شرحت أولا كيفية حذف التعريف فلا دعية لتطبيق تلك الطريقة بما أننا طبقنا طريقة أفضل بكثير فقط شاهدوا كيفية إضافة الـ ID الخاص بكرت الشاشة في ملف التعريف فسيكون التثبيت ناجحا إن شاء الله وبهذا تكون قد تمكنتم من حل هذه المشكلة مئة بالمئة أظن أن الشرح كان واضح ومفهوم للجميع جميع الروابط تركتها لكم في صندوق الوصف إذا كان لديكم أي استفسار أو سؤال وتركوه لي في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنتم غير مشتركين فدائما ما نقدم الإضافة وحل المشاكل وكل ما هو جديد وكذلك ادعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايكات حتى ينتشر ويستفيد الجميع وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله